قرر النواب الإسرائيليون حل الكنيسة وصوتوا على التحديد الأول من تشرين الثاني موعداً لإجراء خامس انتخابات مبكرة في أقل من أربع سنوات وكان رئيس الوزراء نفتل بينت قد تحرك الأسبوع الماضي لحل البرلمان بعد صراع داخلي جعل اتلافه الحاكم عاجزاً معرداً عن عدم نياته خوض الانتخابات لكنه سيبقى في منصبه رئيساً للحكومة ومن المرجح ياني وهي من احتمال عودة رئيس الوزراء السابق بنيمين نتنياهو عائلة الحكم على المشهد السياسي خلال أشهر المقبلة